اعلن وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش بغارة امريكية في سوريا مؤكدا ان امريكا قتلت عددا من كبار قادة التنظيم المتطرف هذا الاسبوع واضف كارتر خلال مؤتمر صحفي في واشنطن انه ناقش مع وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان استمرار التعاون في محاربة الارهاب اختتمت الجمعة بمدينة شرم الشيخ اعمال المؤتمر الخامس لوزراء دفاع دول الساحل والصحراء بحضور وزراء دفاع وممثل لسبع وعشرين دولتان عربية وافريقية وبعض دول شمال المتوسط وتضمنت التوصية النهائية انشاء القوة العسكرية المشتركة لدول التحالف في مجال مكافحة الارهاب وتحديد المقر لتلك القوة ومهامها وكيفية التدخل بالاضافة الى استراتيجية الدول في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا تجارة البشر والهجرة الغير شرعية اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان موسكو وواشنطن ستضغطان من اجل اجراء مفاوضات مباشرة بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة الذين اجري في جنيف جولة مفاوضات غير مباشرة لم تكن مطمرة ومن جانبه اكد جون كيري ان واشنطن وموسكو ستدفعان من اجل حصول انتقال سياسي في روسيا وانهما تريدان دستورا جديدا في سوريا بحلول شهر اوت المقبل زار الامين العام للامم المتحدة بنكيمون مخيما للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان تعرض للتدمير خلال معارك شرسة ضد مسلحين يتبنون فكر القاعدة قبل نحو عشر اعوام وذلك في زيارة تستغرق يومين يرفقه خلالها رئيس البنك الدولي وتفقد بنكيمون وسط اجراءة امنية مشددة مدرسة عمقى في مخيم نهر البارد حيث اوضح المسؤولنا لبنكيمون عن خريطة اعمال اعادة الانشاء الجارية في المخيم